نشرتنا متواصلة وفيها أيضا رئيس حكومة عدن يحيل قضايا فساد جديدة إلى النائب العام رئيس الوزراء يأقل سلسلة لقاءات مع عدد من المنظمات الدولية وسفراء دول منحة بالعاصمة عدن برئاسة وزير الدفاع اللجنة الأمنية بحضر ما أتقف أمام الوضع العسكري والأمني بالمحافظة وزير الدفاع يفتتح مبنى المحكمة والنيابة العسكرية بالمكلة